اهلا بحضراتكم من جديد هل تأتي بعض مفاجآت اللحظة الأخيرة لتطفي بعض الإثارة اللي كانت مفتقدة في المشهد الانتخابي في هذه اللحظات هل المفاجآت اللي هتأتي هتكون مفاجآت سياسية لها علاقة بأن قوائم مثلا كانت تتخذ من بعض مواقفا عدائية ويعني أطعت بعض في التصريحات السياسية ثم فجأة وجدنا بينها اندماجات أو قوائم أخرى كانت تأتي أو بتتحدث عن تصدرها للمشهد تعود إلى الصفوف الخلفية أم أن المفاجآت ربما تكون هذه المرة مفاجآت قانونية إذا حدث وحكمت المحكمة ببطلان قانون الدوائر الانتخابية كما يتوقع البعض عن المشهد السياسي الذي أوشك على الدخول إلى لحظاته الأخيرة قبل الانتخابات معنا ضفنا دكتور وحيد عبد المجيد المحلل السياسي المعروف ومستشار مركز الأهرام لدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا يا دكتور يعني حضرتك واحد من الناس وآخرين كنتوا شايفين أن المشهد مشهد الانتخابات يفتقد إلى الإثارة هذا العام وإنها يعني يفتقد إلى الانتخابات لا ويفتقد إلى أهم ما يميز الانتخابات يعني الانتخابات بتقوم أساسا على التعددية وعلى التنافس والحر المفتوح فإذا يعني انتفى هذا أو قلت مساحته بنبأ إذا حالة تشبه الانتخابات لكنها ليس الانتخابات بالمعنى الدقيق المعروف الانتخابات الحديثة يعني لكن يعني رغم هذا فيه صراع ضاري بس مش على القضايا التي ينبغي أن تكون هي موضع التنافس في العملية الانتخابية يعني التنافس العملية الانتخابية مفترض أن يدور حول قضايا متعلقة بالوضع العام بالمجال العام بالقضايا السياسات العامة بالقضايا المتعلقة بالأجندات التشريعية المختلفة بالرؤى التي ستطرح في البرلمان هل ده حاضر في المشهد السياسي؟ لا ده مش حاضر يعني هل حضرتك سمعت حد من كل اللي بيترشحه قال أنا أجندتي التشريعية حتى فيما يتعلق بالقوانين اللي تم إصدارها والمفروض المجلس ينظرها في الأسبوعين الأولينين هل سمعت أحد تحدث عن تصوره حتى من الناحية الإجرائية لكيفية التعامل مع هذا الموضوع؟ أمي اللي حاضر يعني الصراع السياسي والمنافسة الانتخابية على إيه؟ لا فيش صراع سياسي يعني اللي حاضر هو صراع بين أشخاص ومجموعات على مقاعد بتستخدم فيه وسائل غير سياسية في معظم قوة المال قوة العصابيات العائلية والعشائرية الاستناد إلى هذا الجهاز أو ذاك من أجهزة الدولة لكن في كل هذا لا نجد ما يفترض أن يدور الجدل حوله في الانتخابات وأبسط جوانبه هو ماذا يحمل هذا المرشح أو هذه المجموعة من المرشحين اللي بتسمي نفسها تحالف سين أو صاد أو عين ماذا تحمل معها لهذا المجلس؟ ما الذي ستطرعه؟ ما هي الأجندة التشرعية؟ ما هي أولويات هذه الأجندة؟ لكن الكثير من التكتلات السياسية والأحزاب بتنزل المسألة من ممزور آخر بتتحدث عن أنها شايفة أن دلوقتي علينا أن نستكمل فكرة خارطة الطريق أن مصر في ضرف دقيق وأن نحن في حالة حرب وبالتالي علينا أن نكمل استحقاقاتنا يكون في برلمان وبالتالي بيمظروا للمشاركة باعتبرها وجب وطني يعني إذا لم تكن الانتخابات متعلقة بموضوع البرلمان ففيما تكون الانتخابات أصلا يعني هل مقصود أن نحن مجرد أن نستكمل أوراق روتينية كما يحدث في كثير من الهيئات الحكومية ما يسمونه استكمال الأوراق يعني ودورت إحنا عملنا دستور لشان نستكمل به الأوراق أو نبدأ به عملية إعداد الأوراق بشكل روتيني ثم لا يعرف أحد أين ذهب هذا الدستور في الوقت اللي بتصدر تشريعات بعضها مخالف لنصوص واضحة تماما فيه بما فيها النصوص موجودة في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية والمعروضة على المحكمة الدستورية العالية مخالفة لهذا الدستور الذي تم إصداره وأصبح حساريا منذ 18 يناير 2014 ولا يعرف أحد أين ذهب لكن لكن في ظرف ولا يعود إليه أحد في أي شيء في ظرف يعني إحنا الحياة يعني مسألة أن إحنا مش بس بنواجه حرب داخلية وإرهاب إحنا بدأنا أن شن يعني بقى فيه حروب وطائرات بتتحرك وضربات خارج الوطن ووارد إن المسائل تتطور في الفترة القادمة والبعض شايف إن في هذه الحالة من الطبيعي أن يخفض صوت السياسة لصالح صوت الموحد صوت المعركة الوطنية هي مسألة بتتكرر في أوقات الحروب ليس طبيعيا بالمر في تجربتنا وفي تجارب الآخرين إحنا في تجربتنا دخلنا حرب بهذه الطريقة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة وهزمنا فيها شر هزيم لما أصبحت في أصوات بعد هذه الهزيمة متعددة ومتنوعة بدأ عملية التصحيح بدأ ببيان 30 مارس 1968 اختلف الوضع اختلافا كميلا وحققنا نصرا عظيما بعد 6 سنوات نتيجة أعوامل أهمها وجود هذه الأصوات المتعددة والمتنوعة وحضور السياسة كان فيه مظاهرات عارمة في الجماعات كل الجماعات المصرية في ذلك الوقت كان فيه أصوات المثقفين والفنانيين والأدباء والكتاب ما كانش فيه أعزاب سياسية صحيحة لكن حتى داخل التنظيم الوحيد هل حقيقي مظاهرات اللي كانت بتحصل كلها كانت لغاية وطنية واحدة ما كانش بيتخلاء لأعمال عنف ويمكن ده اللي أفسد المشهد في اللحظة الحالية وحرم حتى الطلبة مما كسبهم في التظاهر واللي حقققوا بعد سنوات طويلة جدا بسبب أن الأمور تطورت إلى أعمال عنف وبقى صعب الفصل بين السلمي وبين لا مش صعب بالعكس يعني عدم الفصل بين السلمي والعنيف يعني أننا ندفع نحو مزيد من العنف إذا لم نستطع أن نحن نفصل إذا إحنا غير قادرين على إدارة هذا الوقت إذا إحنا بندي مزيد من الرصيد للعنف ومن يريدون الوقت نحقق لهم ما يريدونه هم يستخدمون العنف لتحقيق هذا الهدف وهو أن نعود إلى الوراء فإذا أعبنا نحن أنفسنا بأنفسنا إلى الوراء فكأننا نحقق لهم ما يريدون أن يحققوا دون أن يتمكنهم من ذلك بشكل مباشر لكنهم يضعوننا في وضع يدفعوننا إلى أن ننوب عنهم في تحقيق ما يريدون أن يحققوا فكأنهم يفوزون علينا نتيجة سوء إدركنا لكيفية إدارة هذا الصراع لا لابد من من المسؤول عن ذلك في رأيك يا دكتور؟ المسؤول هو كل من لا يستطيع أن يفصل بين السلم والعنيف دائما إذا خلطت بين السلم والعنيف أنت انحست إلى العنيف ودعمت العنف عندما تغلق طريق العمل السلمي والتطور السلمي أنت تعطينا من حيث لا تدريين رصيدا للعنف عندما تكتمين الأصوات المتنوعة والمتعددة اللي هو الوضع الطبيعي اللي هو أصل الكون والحياة للتعدد يبقى أنت بتحقيق لهذا الإرهاب ولهذا العنف ما يريد أن يعني هم لا يريدون أكثر من أن يكونوا هناك صوت واحد في المجتمع أي صوت واحد هم يريدون صوت معين فإذا أصبح هناك صوت واحد وتعود المجتمع على أن يكون هناك صوت واحد فيه فهذه خطوة بالنسبة لهم أن هذا المجتمع يسهل فرض صوت واحد عليه وبالتالي يزدد طموحهم إلى أن يكون هذا الصوت هو صوتهم في مرحلة تالية لكن التعدد والتنوع هو الذي يسري أي عمل على ذكر العنف يعني يمكن حضريك تفرجت معنا قبل شوي على قصة اللي احنا يعني أدعناها قبل قليل وهي قصة الشباب المصريين اللي بتحولوا إلى داعش الشباب متعلم بيمتمل الطبقة المتوسطة متعلم تعليم كويس قوي في تقديرك كمتابع وكمراقب وممكن أنت رصدت الظاهرة دي حتى قبل الشهور إيه اللي بيدفع شباب زي دولة اللي انضمم لهذه الصفوف عدد من العوامل يعني أولا ليسوا في مصر يعني دول يعني فيه شباب من تسعين بلد في العالم بيلتحقوا بهذا التنظيم في بعضهم اللي هم في مركز هذا التنظيم مركز الرئيسي له في سوريا والعراق وجدوا فيه ملازا من الإرهاب الذي مارسه النظام السوري وحكومة نوري المالكي في العراق عليهم وبعضهم أيضا من من كانوا ضحايا الاحتلال الأمريكي وما ترطب عليه لكن في بلاد أخرى الظروف الموضوعية في عدد كبير من البلاد بما فيها مصر تدفع إلى التطرف البيئة نفسها تدفع منتجة للتطرف والتعصر فسحيك لستقولت أن في 1990 دولة بعضهم من دول أوروبية ومفترض أنهم عايشين في بيئات ديمقراطية فيها تنوع وفيها تعدد لا اللي جايين من بيئات ديمقراطية دول فئة تانية خالص هؤلاء في هذه المجتمعات دايما في نسبة من الشباب متمردين بطبيعهم دايما كانوا موجودين وكانوا لما كانت الراية الأساسية في التغيير في العالم كانت رايح امرأة لراية اليسار هؤلاء كانوا يذهبون مع أوراء جيفارة وكانوا يذهبون إلى فتنام مع هوشي منا وكانوا يذهبون للقتال في أمريكا اللاتينية هؤلاء يبحثون عن قضية كبرى قضية قضية يدافعون عنها يشعرون أنه مهما كانوا ناجحين في عملهم إنما هذا عمل روتيني لا يشبع البحث عن الإثارة يعني البحث عن قضية كبيرة يتبنونها مش بالضرورة تبقى مسير إنما هو لا يشعر بأن له قيمة إلا إذا ساهم في إحداث شيء كبير وهو لازم الشيء الكبير ده يكون عبر قطع الرؤوس وعبر المشاركة لا هو مش بالضرورة مش كل اللي بيروح على فكرة بيروح عشان يقطع رؤوس أو يعني قطع الرؤوس ده بتنتكلم على عدد محدودة جدا إنما المشهد العام يعني نحن نتكلم على عشرات الألاف يذهبون إلى هذا التنظيم اللي له ما لقى بقطع الرؤوس بتكلم عن عشرات أو أفراد إن حد ينتظم في تنظيم حتى لو ما قطعش رؤوس بإيده وإحنا شفنا يمكن فيديوهات حتى الشباب اللي احنا شفناها ومشفنا لهم تغريدات بتتكلم عن إحساسهم بالسعادة وهما بينحروا رؤوس الكفار والمرتدين دي حالات محدودة جدا إنما هذا النوع من التنظيمات في عشرات المهام اللي بتؤد يعني موضوع الزبح ده وقطع الرؤوس ده دي مهنة واحدة من عشرات المهن الموجودة في هذا النوع من التنظيمات وفي بعض الناس عندهم هذا يعني بس دي حالة استثنائية إنما الجزء الأكبر من من يلتحقون بهذا التنظيم لو احنا بتكلم على الأوروبيين من أصل أوروبي وفي عدد التقديرات فيه بتتباين ما بين 300 و700 و800 لم يكنوا مسلمين أبدا في حياتهم ولا يعرفوا شيء عن الإسلام هم تصوروا أن الإسلام هو زي يعني بيؤدي نفس الوظيفة التي كانت تؤديها الجفارية أو الموية أو التروتسكية أو النسخ المختلفة من المركزية التي كان أسلافهم هو معضوب اتجاه طبيعي لممارسة العنف السياسي لا هو مش اتجاه لممارسة العنف هو العنف بالنسبة لهم وسيلة وسيلة لتغيير العالم هم يعتقدون أن هذا العالم عالم ظالم هو الحقيقة مش يعتقدونه هذا حقيقي هذا العالم عالم ظالم وينبغي تغييره لكن لديهم استعداد أنهم يخدوا معارك أنهم بيعتبروا ده نضال يعني موجي فارا كان بيقاتل بالسلح وهو كان أيقونة وما زال أيقونة لكثير جدا من الشباب في العالم مع أنه كان بيقتل بالسلح وكان بيقتل وقتل إنما كان بيعتبر أن ده نضال من أجل قضية كبرى من أجل العدالة ومن أجل استقلال شعوب ومن أجل تغيير العالم وتحويله إلى الأفضل فهؤلاء الذين يذهبون من أوروبا هم يعتقدون هذا الاعتقاد لأن الرايات الحمراء يعني عصرها انتهى لأنه عصر الرايات السوداء عصر الرايات السودة إحنا إنت لو حذلك رجعت قوائم المنظمات الإرهابية اللي كانت عاملها الولايات المتحدة ودعو الأوروبية والأمم المتحدة لغاية أواخر السبعينات كنت هتلاقي كلها منظمات يسارية كلها ما كانش فيها ولا منظمة إسلامية واحدة يعني حتى نهاية الثمانينات يعني أول منظمات إسلامية بودئة في إدرجها كانت فيه أوائل التمانينات ومنظمة الإسلامية كانت تشمل بعض المنظمات الفلسطينية اللي كانت مصنفة إرهابية يعني ما كانش فيه حماس وقتها إنما كانت الجبع الشعبية مصنفة إنها وديجابها مناضلة ومقاتلة من أجل استقلال كانت مصنفة لأنها منظمة إرهابية كان فيه منظمة تانية فلسطينية برضو وفيها آخرين أجانب بسمها أيلول الأسود كانت منظمة كل ده كان ريات حمر الريات السود ما بدأتش إلا بعد ما عصر الريات الحمر انتهى وتم تنكيس هذه الريات في أوروبا فأصبح فيه خواء لدى الشباب الأوروبي ما عندهمش يعني الجدل العام ما نتنشوف الجدل العام اللي بيحصل في أوروبا النهاردة كله على قضايا اقتصادية متعلقة بفلسفة العرض وفلسفة الطلب إنما الفلسفات الكبرى اللي كانت بتشعل حماس وبتستنفس طاقات الشباب ما بقتش موجودة فأصبحوا يحسون عن شيء يعني يعتقدون إنه يشبهها في أي مكان على كل أحوال برجع تاني للمشهد المصري وبرجع تاني للمشهد الانتخابي وبرجع تاني للتحالفات اللي بتبنى والتحالفات التي تنقض وعايزة أسمع يمكن إحنا بنتكلم عن مفاجآت سياسية بنتكلم عن مفاجآت قانونية ويمكن إحنا قبل قليل أزعنا ما أشار إليزو ملقنا في الشروق من إن هيئة مفوضة الدستورية العليا أوصد ببطلان قانون تقسيم الدوائر والبعض شايفر ده ممكن يكون بيهدد لو إن المحكمة الدستورية أخذت بالتقرير بيهدد إجراء الانتخابات في موعدها هستمع لرأي حضرتك في هذا الكلام لكن اسمح لي هاشرك معي على الهاتف دكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر دكتور صلاح أهلا بحضرتك أهلا بيك يا أستمونا وأهلا بكل مشاهدينك وتحياتي للدكتور راحي دعب أهلا دكتور صلاح أهلا بيك دكتور أهلا بيك دكتور صلاح لو حدث وإيه إن المحكمة حكمت ببطلان تقسيم الدوائر هل يعني موقف حزب المؤتمر من مما يحدث الساعة هيكون إيه لا وبتأكيد لو محكمة دستورية على فكرة حكمت ببطلان مش قانون تقسيم الدوائر بس يعني هناك تقون على ثلاث قوانين يعني أو منظمة الانتخابات سواء قانون مباشر ترحول سياسية أو قانون الانتخابات نيابية أو قانون تقسيم الدوائر وعايز أقولك إن ما نشرته جريبت شلوه بعض المراكع يعني بيطول كل هذه القوانين خصوصا قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر وفيه بعض النصوص آآ آآ أشار التأرير إلى عدم دستوريتهم أو عدم يعني توافقه مع الدستور ومنهم مثلا قانون الانتخابات يعني بيقدر عم قانون تقسيم الدوائر هذا التمييز يعني بالمرأة اللي هو يعني ليس لو أساس دستوري آآ فيما يتعلق بمثالة أحقية المرأة يعني الثغير في البطرة التي انتخبت عليها آآ دون إفقاط عضويتها أو دون ماشت إفقاط عضويتها وفي نفس الوقت يقولوا أما الرجال يعني تحوز قاطع عضويته يعني فده يعني حتى ذكره في التأرير على وجه التحديد آآ بصراحة يعني المشهد يعني أصبح مركبكا وده مش يعني مش مش مختراع يوم يعني هذا الارتباك في المشهد السياسي والانتخابي بدء من أول يعني ما كنا بنقول فين يا جماعة القوانين التي ستتنزل من الدخلات فين قانون تقسيم الدوائر عادنا نتكلم بقانون تقسيم الدوائر ستة شونا ننتظره وفي الآخر يعني يمكن نصدر ورغم هذا التأخير على فكرة في عدد من القوانين في عدد من النصوص يعني يا شبه عدم الدستوري إحنا بنتكلم حرج السهلي يعني هنعمل إيه مش هنعمل حاجة إحنا في انتظر حكم القضاء اللي ربما يكون في نهاية هذا الأسبوع ولو حصل حكم البطلان هذه القوانين يبقى معناه أن إحنا بنعمل شط داول على المشهد كله وبنضع نقطة ونضبع من أول السطح يعاد إصلاح هذه القوانين وهذا العوارد الدستوري إذا حكمت المحكمة رافضت هذه الطعون وتبرتها دستورية ولم تأخذ بتقرير هيئة المفاوضين وده احتمال وارد أيضا في هذه الحالة هل هيغلق الباب نهائيا حوالين الحديثة عن عدم دستورية لهذه المواد وبالتالي الأحزاب السياسية هتخوض الانتخابات وهي مرتاحة أكتر بلها من ناحية القرونية لا يبقى خلاص يعني يعني اكتبى مجلس النواب تحقينا دستوريا بهذا حكم إذا حكم يعني بدستورية القوانين ولم يأخذ يعني لا يتقودين يبقى خلاص احنا حصلنا مجلس النواب ويبقى مجلس النواب مكمل في إطار دستوري صحيحية إنما عايز أقولك بأموتها صراحة يعني من أنا أتمنى أن يكون هذا السيناريو هو الذي سيحب إنما أنا شخصيا مش متفائل لا ينكربونه يكون هذا السيناريو رغم أفضليته إنه هو السيناريو العقال لإحتمالات على كل إنه إحنا في انتظار هذا الحق إذا زي ما بقولك إذا صدر بعدم بصورية هذه القوانين يبقى بيعاد تشكيل المشهد من جديد يعني أتصور إنه أتوقف كل التحرفات الموجودة أتعيد الأحباب يعني تقيم المواقف في تقديم المواقف فيعيد المرشحين كلهم تقيم المواقف في تقديم المواقف ونبقى قدام مشهد جديد تماما يعني ربما يكون تظهر فيه مكونات أخرى جديدة وتحالفات أخرى جديدة أتمنى أن هي تكتسب بقى يعني خبرة من هذه الأخطاء يعني السياسية والتحالفية اللي وقعت خلال شكراً جزيلاً لدكتور صلاح حصاب الله نائب رئيس حزب المؤتمر وبرجع لضيفي دكتور وحيد عبد المجيد أولاً يعني إذا حدث يعني إحنا عندنا سينايروين لتنين ليهم نفس الاحتمالية ممكن الاحتمالية لأغلب بحسب زملاء قرنين ما قالوا لنا إنه هو المحكمة تاخد بتفسير هيئة المفاوضين وبتقريرها أولاً عايزة أرجع خطوة الوراء وأسأل حقيقة عن رأيك في التحالفات الأخيرة اللي فجأة المشهر السياسي ويمكن كان أبرزها انضمام حزب الوفد إلى قائمة في حب مصر الأول يعني ليس هناك شيء مفاجئ في هذه التفاعلات اللي احنا بنسميها تحالفات أو بعضها بيسمي نفسه تحالفات إنما هي في الهاية لا ينطبق عليها مفهوم التحالف لا الانتخابي ولا السياسي وزي أنا كان بنسميها مجموعات تتفق على أن تخوض الانتخابات معا في قائمة بتبقى أشبه بأوتوبيس يعني بيركبون الناس عشان يوصلهم إلى محطة معينة اللي هي باب المجلس وبعد كده بتختلف الأمن لكن حاصل حدثت نوع من الخلاف والمشحنات والاتهمات العلنية من حزب الوفد القيمة في حب مصر والاتهمات بأن هناك من يقف وراءها وهناك من يهدد مرشحيهم وما إلى ذلك ثم فجئنا بأنهم بينضمونها فتفسير حضرتك لهذا الأمر تفسير أنهم يعني أنا مش عايزة تكلم نيابة عن حزب الوفد إنما ليس حزب الوفد وحده هو الذي قال أنه فيه تدخل لمصلحة هذه القائمة أو في اتجاهات مختلفة كثير من الأحزاب ورؤساء الأحزاب تحدثوا في هذا في ضغوط مورسة على مرشحين اللي كان يتضموا إلى إحدى القوام أو يترشحوا مستقلين كان فيه تصريح للسيد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بيتكلم عن عدد المرشحين اللي كانوا عنده وعدد المرشحين الذين بقوا معه بعد أن اتجه آخرون منهم نتيجة إما ضغوط أو إغراءات إلى اتجاهاته دكتور محمد أبوغار تكلم في نفس الاتجاهة فيه أجواء غير طبيعية الحقيقة في هذا الموضوع يراد فيما يبدو أنه يبقى فيه مشهد معين في هذا المجلس إذا أجريت الانتخابات أنا بتصور أنه إذا أجريت الانتخابات على الوضع الراهن إحنا هنبقى إزاء عدة مجموعات داخل هذا المجلس المجموعة الأولى اللي هي بتضم من يؤمنون بـ 25 يناير و 30 يونيو قلبا واحدة يعني بنفس الدرجة ودول موجودين أساساً يعني في الجزء الأكبر من إحدى القوائم وموجودين في بعض القوائم الأخرى وموجود عدد من المرشحين على المقاعد الفردية فيه المجموعة اللي بتمثل الجزء الأكبر من قائمة في حب مصر أو جزء كبير منها هذه المجموعة بتتصور أو هناك من يتصور أنها يمكن أن تكون مغناطيصاً داخل المجلس يجذب عدد كبير من المستقلين لتكوين كتلة كبيرة يعني من الصعب توقع هل يمكن أن يحدث هذا أم لا لكن أعتقد أن فيه صعوبات أنها تبقى كتلة كبيرة بمعنى أنها تحصل على الغاية ممكن تبقى كتلة أكبر من غيرها فيه مجموعة أخرى بتمثلها الجبهة المصرية ومرشحية الفرديين اللي هي مجموعة الفريق أحمد شفيق دي رغم أنها يعني ليست بعيدة عن المجموعة السابقة لكن سيبقى مختلفة متميزة عنها ولها وجودها المستقلة عن هذه المجموعة في المجموعة التي ستلتف حول أمين التنظيم السابق أمين التنظيم في اللازم الوطني المنحل أحمد عز هل حاجة طاقة أنه هيكمل ترشحه لغاية النهاية؟ هو الحقيقة لا يوجد سبب قانوني يمنع ترشحه إذا شطب لأي سبب فهيبقى لأسباب سياسية إنما قانونا لا يوجد أي سبب قانوني يمنع ترشحه هل ممكن أن البعض يوصل له رسائل أن عودته للحياة السياسية قد تكون مستفزة أو تشعل الوضع؟ يعني إذا كان فيه ربما تكون هذه الرسائل وصلت وتجهل يعني إنما هو لو 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 يعني أكمل وممكن البعض مثلا شايف أنه كان مفترض النهاردة يوزع لي لقاء على إحدى قانوات الفضائية الزميلة وتم تأجيله يعني البعض تصور أنه ممكن تكون الأسباب متعلقة بأن عودته فعلا للمشهد يعني بتحطها تخوفات من إثارة المشهد في الشارع لا أعتقد أنه عودته ستصير المشهد في الشارع لأنه فيه أسباب كثيرة يمكن أن تصير المشهد في الشارع أو لا تصير فإنما إذا إفترضنا أنه أكمل الانتخابات ولم ينسحب أو لم يتنازل يعني في الأيام المخصصة للتنازل حيبقى فيه كتلة ملتفحة وليه إحنا ما بنحلل محللنا المرشحين اللي كانوا في صفوف متقدمة من الحزب الوطني سواء أعضاء في المجالس 2010 أو المجالس السابقة عليه أو فيه مستويات متقدمة في هذا الحزب فيه حوالي ما بين 700 و 800 مرشح من هذه النوعية فيه منهم ما بين 100 و 120 أو 130 دول من القريبين جدا من أحمد عيس لهم تقدروا تقولي عليهم شبكة المصالح الأساسية دولا ممثلين في هذه الانتخابات؟ مرشحين مرشحين يعني من بين عدد يتراوح بين 700 و 800 من من نعتبرهم قيدات الحزب الوطني أخزم بمعيار أنه من كان نائبا يدخل في هذا يعني ينطبق عليه هذا المعيار هؤلاء الجزء الأكبر منهم كانوا نواب في مجالس 2010 والمجالس السابقة عليه وبعضهم كانوا أمراء محافظات وأمراء مساعدين محافظات يعني كانوا فيهم مرتبة متقدمة في داخل هذا من بين هذا العدد الكبير اللي هو 700 إلى 800 اللي هو أكتر من 10% من عدد المرشحين فيه ما بين 100 يمكن 120-125 أو 130 من دائرة أحمد عيس نفسه هؤلاء اللي حيفوز منهم حيبقوا مرتبطين بـ هؤلاء اللي دخلين على الفردي ولا موجودين في طاول الحزب؟ لا على الفردي لا موجودين على الفردي طب إذا حصلت المفاجأة أو حكمت أو يعني إذا السيناريو الآخر إذا تم الحكم بأن القانون غير دستوري وبالتالي تم تأجيل الانتخابات هل تتوقع بفعلا أن ممكن يحصل تغيير حد كده في التحالفات دي بعد يعني لو تأجلت الانتخابات؟ يعني شوفي هو الدعاوة المرفوعة ما فيش دعوة منها يمكن أن تؤجل الانتخابات إلا الدعاوة المتعلقة بقانون تقسيم الدوائر يعني الطعون الخاصة بقانون مجلس النواب وقانون بشر الحق السياسية فيها يعني متعلقة بنصوص يمكن ألغاها يمكن تعديلها في وقتها أو تعديلها أو ألغاها حتى ما لكن اللي يمكن يؤثر تأثير جواري ويحتاج إلى تعديل شامل هو موضوع قانون تقسيم الدوائر وفيه أكتر من دعوة الحقيقة مرفوعة وفيه 11 دعوة ده من محكمة دستورية على التنفيذ مع أعلم منهم أربعة متعلقين بقانون تقسيم الدوائر منهم دعوة واحدة يعني متعلقة بالقانون في مجمله وثلاث دعاوة متعلقة ببعض الدوائر الدوائر دي لو التوصية بتاعة المحكمة الهائة المفعوضة المحكمة الدستورية العالية متعلقة بنصوص خاصة بعدم دستورية تقسيم هذه الدائرة أو تلك دي يسهل تعديلها في ظل الوضع الحالي لكن إذا الطعن القبل من جانب أو رؤية من جانب هيئة المفعوضة المفعوضة من جانب القانوني هنقف عنه بالتفصيل أكتر ما عضفنا في الفقر القادم لكن أنا أتكلم عن الترتيبات السياسية لو حدث الغاء الانتخابات ما أنا بقول عذاك هو الغاء الانتخابات لا يحدث إلا في حالة ما هو الغاء ما تم يعني ما هو مش تأمش في الحالة دي هتبدأ بالأول إجراء الانتخابات هنبتدي من أول وجديد وبالتالي إلغاء هذه الانتخابات والبدء في عملية انتخابية جديدة ده سيبقى في حالة بطلان قانون تقسيم الدواء الانتخابية في مجمله أو الجزء كبير منه أو أحد شقاي هي سواء المقاعد الفردية أو المقاعد الخاصة والدعوة أعتقد أنها متعلقة بالمقاعد الفردية يعني الدعوة اللي بتدفع بطلان قانون تقسيم الدوائر متعلقة بتقسيم الدوائر الفردية وفي الحالة دي يعني المشهد هيختلف اختلاف كامل لأن ده معناه أنه أنه هيبقى يعني لو مشينا بالطريقة اللي تعمل بها قانون تقسيم الدوائر أنه أخذ ست شهور عشان يتعمل بهذا الشكل اللي هو مطعون فيه مطعون على دستوريتو فرغم أن المفروض أن المحكمة الدستورية إذا أخذت بهذه التوصية في حكمها هتحدد ما الذي ينبغي عمله لتلافي عدم دستورية وبالتالي هتقل الفترة الزمنية الخاصة وبالتالي ممكن تقل الفترة الزمنية وده الحقيقة أنا وأخرين يبح أصواتنا ساعة ما كان بيتعمل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقلنا يا ريت اللجنة اللي بتعمل هذا القانون تبعث للمحكمة الدستورية طلب تفسير في حاجة اسمها طلب تفسير نص دستوري من المحكمة الدستورية تطلب تفسير ما ورد في المادة 102 بشأن تكافؤ التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين لأنه يمكن ما فيش اتنين حيتفقوا يعني ايه تمثيل متكافئ يساوي ايه وبالتالي لديك مخاوف بالفعل أو أنت شايف أنه طبعا أنه كان واجب على هذه اللجنة أنها تسأل المحكمة الدستورية فالمرجع هنا هو المحكمة الدستورية هي اللي هتحدد ايه تعريف المتعلق لأنه ما فيه أنه في النظم الانتخابية تعبير المتكافئ والعادل ما هوش مستخدم ومش مألوف ده تعبيرات مستخدمة في النظم الاجتماعي هو على كل أحوال في الحالة تلك يبقى لكل حادث حديث ونرجع مرة تانية لحضرتك ونحلل المشهد مرة أخرى ونعرف ما الذي سيترتب عليه في حال تأجيل الانتخابات بهذه الطريقة أنا بشكرك شكرا جزيلا للترحيد عبد المجيد لمحلل السياسي ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا لحضرتك شكرا بعد قليل هيكون معنا ضيفنا المحامي المعروف الأستاذ عصام الإسلامبولي يتحدث عن جوانب قانونية سواء في الانتخابات أو في قانون الإجراءات الجنائية هل بالفعل نقدر نقول أن التعديلات اللي حدثت على هذا القانون ستحرم أي متهم من أنه يحصل على شهود بالشكل الذي حدده القانون وإيه المغزى من هذه التعديلات انتظرونا بعد قليل